مرحباكم مرتين مشاهدينا كاريم وصلنا إلى الملف الرياضي آخر في قراتنا في صباح الشروق نرحب مباشرة بالصحفي الرياضة وثمانة أصباط حيصحبنا في هذه الفقرة مرحباكم أثمان مرحباك صباح الخير عليك وصباح الخير عليك وصباح الخير علي مشاهدي الشروق مرحباك عجب من الأخبار نبدأ بمباراة الهيلان وزيسكو اللي حتكون غدا إن شاء الله توقعات لهذه المباراة وكيف على الجهاز الفني واللائبين أن يديروا هذه المباراة نعم الهيلان سيلعب غدا مباراة في الجولة الرابعة لمجموعات الكنفدرالية أمام زيسكو مباراة صعبة جدا الهيلان يطلب أن يحقق فيها الفوز حتى أنه أعزز حظوظه في التأخد من المرحلة الجاية للظهر بأحدى البطاقة الترشر مباراة زيسكو يمكن الهيلان اللي عيب معه الأسبوع الماضي في زامبيا خرج بنقطة غالية جدا رغم يطرد اللايب الكونجولي دريسان بومبو جهاز الفني درس زيسكو جيدا وعرف كل صغيره وكبير عنه فبالتالي إدارة والمباراة تكون سهلة على اعتبار أنه كل المعينات متوفرة الجهاز الفني رئيس النادي يمكن يسهد تدريب الرئيسي أمس وأجتمع بالجهاز الفني والغطاء الرياضي المدرب نبيل الكوكي درس زيسكو جيدا بجانب صلاح أحمد أدم زيسكو لن يأتي إلى النصها بالتأكيد يزعى للفوز هو تعادل ما في مصلحته لأنه سيكون تعادل المرة الثانية فبالتالي تكون مباراة صعب جدا على الهلال خاصة أنه زيسكو يختلف من ناكانهم لشانتي كثيرا أميز منهم من ناحية فنية وبدنية زيسكو يتميز بمهار اللاعبين يملكوا مهارات عالية جدا فريق سريع يعني متاز بالسرعة واللعب في مساحات ضيقة جدا ويملك عناصر مميزة في كل الخطوط ومدرب يعرف جيدا إدارة المباراة فبالتالي الهلال مهمة لن تكون سهلة أمام زيسكو الهلال مطالب بالفوز بأي نتيجة في الخرطوم حتى أنه ارتفع هذا النقاط يعني لو تعادل إيجابيا أو حتى سلبيا أو فاز في المباراة يعني كل هذه النتائج ستقوم في وسط الهلال ليس هناك خيار سوء الفوز التعادل بطعف الحصوص لأنه الهلال حي لعب مباراة طيب يكون بقتله مبارتين فقط أمام ناكانك أتخطون ولاشانتي في غانا نعم ضغط حيكون صعب فبالتالي لا بد من تحقيق الفوز بأي نتيجة الحصول على النقاط الثلاثة حتى أنه يعزز حصوصه في المبارتين الأخيرات مع ناكانا ولاشانتي المباراة حتكون صعبة جدا فريق زيسكو لن يستسلم وسيدي بقوة بالتالي الجهاز الفني للهلال يدفع بالعناصر الفاعلة والمميزة الهلال حيبقى جهود دريسان بومبو البداية لغاف لأنه تعرض بالضرط المباراة الماضية الجهاز الفني بغيات نبي الكوكي جهز محمد موسو الضيل اللي يدفع به وفاقة الحجوم أمس الهلال برضو تلقى ضربة بإصابة لاعب الرواق الأيمن السماء المرقني في التدريب الرئيسي فبالتالي الجهاز الفني حيدفع باطهر الطائر في الطرف الأيمن بديل السماء ومن السماء الخبرته أكبر ومن ناحية فنية أميز من أطاة طهرة لكن ليس هناك خيار لأنه لا يتعرض لإصابة والجهاز الطب أكد عدم مشاركته في المباراة أيضاً الهيال سيستعج جهود المتافئة النجيري أيامانويل اللي يوقف في المباراة الماضي يلعب بجانب الدمازين وحسين الجريف الخيارات جيدة في الهلال بالنسبة للتشكيل نمشي المريخ بعد مباراةه مع نجم الساحلي يعود المريخ ويواصل أيضاً مشواره في الممتاز غداً مباراة المريخ مع الأمل العطبرة في الدورة الممتاز أيضاً كيف سنتابع هذه المباراة والمريخ مع إنه ما زال يعين لكن يقدم في أداء وصفه الكثيرين بأنه أداء جيد جداً حتى الآن نعم المريخ بدون راحة يتدرب اليوم إلى المباراة وغداً مع الأمل المباراة ستكون عصراً لجنة للمنظمة يعني برمجة المباراة عصراً لأنه الهلال حي لعب في الميسا المريخ عايد من رحلة شاقة سيكون مباراة صعبة الأمل فريق كبير ومدرب حسين مصطفى أيضاً يعرف كل صغيرة وكبيرة عن المريخ والأمل يعني متهد أن يحقق نتيجة جيدة من المريخ لأنه ينافس على الوصول لدور النقبة خاصة إنه خسر مباراة الأخيرة أمام أهل الخرطوم فبالتالي تبغلت لهم مبارتين لا يبدأ أنه يحقق الفوز على المريخ حتى يعزوا ستزوزوا في التاهل لدور النقبة المريخ يفغلت جهود خمسة لعبين أبغلت عليهم البأسة في تونس بكر المدينة ومحمد الرشيد وضياء الدين وأحمد آدم بيبو حتى الآن لم يعدوا لخرطوم فبالتالي الجهاز الفنح يتر يشرك لعبين من الصفة الثانية للمباراة فالمري خاصة حسن تأخره لدور النقبة ولكن مباراة تأتي في طار أداده لمباراة ردنا ونجم الساحل لتونس للمقامة في 29 مارس نمشى عالمياً اليام دي الكلاسيكو كل يومين في كلاسيكو يعني محبير الكرة القدر العالمية ومستمتعين اليوم أيضاً كلاسيكو بين ريال وبرشلون لكن في منافسة أيضاً مختلفة نعم الشاغة المستديرة أيام غليلة فصلت بين مباراة الكلاسيكو في كاسا الملك والدوري الأسباني المباراة اليوم سعرية بالنسبة للريال الريال خسر مباراة الدورة الأول في الدورة الأسبانية أمام الريال بخمسة أهداف مقابل هدف فارغ بين النقاط الآن تسعة نقاط الريال يزعى للفوز حتى أنه يعني يسأل لخسارات في الدوري بخمسة أهداف مقابل هدف وكاسا الملك بسلاسية ويغلص الفارغ إلى ستة نقاط حتى أنه يعزز خصوصه في التتويج بلغبة الليزة الريال برشلون أيضاً يتطلع للامتصار حتى يوسع الفارغ إلى 12 نقطة ويغترب من اللغبة فسيكون كلاسيكو ساخن بين الفريغين اليوم الجماهيرهم وعودة بسهرة وكراوية ممتع أيضاً نمشي للدور الإنجليزي توتنهام وأرسنال واحدة من المباريات نعم اليوم دير بشمال لندن بين الأرسنال وتوتنهام الأرسنال يحتل المركز الثالث وتوتنهام في المركز الثالث الثالث أرسنال وتوتنهام الرابع التوتنهام تعرض لخسارتين في آخر مباراتين من برنلي وشيسي فيسعى للفوز حتى أنه يحافظ على المركز الثالث والموهل لأحد البطاعة الموهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم الغادم أرسنال يعيش أجمل اليوم ويحقق انتصارات في آخر ستة مباريات أرسنال حقق في خمسة مباريات فبالتالي يسعى للفوز حتى أنه يتفوق على توتنهام ويسعد للمركز الثالث وينافس على أحد البطاعة الموهلة لأبطال أوروبا أيضا هيواجه ماشيسر سيتي بورنوموس في سعيه للتتويج باللغب والمطارد المستمر مع الليبر بول اللي حيلعب قضا مع إيفرتون الفارق بين الليبر وماشيسر سيتي نقطة وحيدة اليوم حيلعب ماشيسر سيتي مع بورنوموس وقضا أيضا الليبر بول حيلعب مع إيفرتون أيضا ماشيسر يوناتت سيواجه ساوس هاربتون اليوم نتكلم عن ميسي يعني ميسي كان في نهاية العام السابق وبداية هذا العام كان عنده غيابات متقطعة أكيد عن الظهور في المستطيل بدأ يظهر تدريجية لعب شوط وفي المباراة الأخيرة لعب المباراة بداية يعني هناك أيضا أخبار عن أنه ميسي سيعود للمنتخب الأرجنتيني نعم المدربة المنتخب الأرجنتيني أمكن بدأ رتيب لتشكيل طول أخوض طول كوبا أمريكا فميسي سيعود للتشكيلة خاصة أنه بعد كاس العالم الأخير أنه ميسي كان عنده رغبة أنه يعتزل اللعب وكان حتى النتائج السلبية للمنتخب الأرجنتيني يعني خلت ميسي أنه يعيد النظر في مسألة ظهور المنتخب ولكن تغلق اللافت في الدور الأسباني ودور أبطال أوروبا وكاس الملك أفضل أنه المدرب يستطيعه من جديد وهو وافق ويشكل مؤكد إضافة كبيرة للمنتخب الأرجنتيني خاصة أنه من العام الأساسي ومن اللعيب المعتمد عنه المدرب في المباراة الغدوية وثمان الأصباط صحف الرياضي شكرا جزيلا لحضورك لكل ما أفتنا به من تحليل أكبر كتر خيرك وصلنا يختم هذه الحلقة من صباح الشروق مشاهدي لكارم اليوم ابتدرناها مبكرا قبل الثامنة بعشر دقائق كنا مع زميلنا حسام حيدر وزميل آدم وعدد من الزملاء في مدرسة الخرطوم الثانوية النموذجية بنات لنشهد بداية انطلاق امتحانات الشهادة السودانية انفردنا بهذه المساحة الصباحية المباشرة وتحدثنا أيضا مع السيد والي ولاد الخرطوم الذي كان حضور في هذه المناسبة وقرع جرس بداية الامتحانات للشهادة السودانية العام الدراسة 2018-2019 وتحدثنا أيضا مع عدد من الأمهات وعدد من الطالبات من داخل الفصل بإضافة لعدد من الفقرات واختبناها بالملف الرياضي تقبلوا تحايا فريق العمل لهذه الحلقة وحتى نلتقيكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر